بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد أوقات قليلة تفصيلنا عن يوم الجائزة عن يوم عيد الفطر لأنه يوم يفرح فيه الإنسان يفرح فيه بتوفيق الله عز وجل أن وفقه للصيام وللطاعات ولذلك يقبط الجائزة ذلك الذي صام وذلك الذي أطاع ربه عز وجل وذلك الذي أقبل على ربه إقبال فقرأ وصل صلاة التراويح وتهجد وفعل ما يمكن أن يفعله مخلصا في كل هذه الطاعات من قلبه حتى ولو كانت أعمالا قليلة فإن ذلك يمثل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ويمثل تطبيقا للبشرى التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في آخر يوم من شعبان قد أظل لكم شهر كريم مبارك فحققنا فيه البركة وحققنا فيه هذه الطاعات التي قدمناها ولذلك في يوم العيد الفطر نقبط الجائزة هنيئا لكل من وفقه الله سبحانه وتعالى ولذلك نفرح ونشكر ربنا سبحانه وتعالى نفرح بأن نوسع على أنفسنا وأن نكبر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل ولذلك جاء في آيات الصوم يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ففي قوله ولتكبروا الله على ما هداكم إظهار لشعيرة التكبير في هذا اليوم الفضيل في هذا اليوم المبارك يوم عيد الفطر نكبر كما يكبر الناس كما قال الإمام الشافع رضي الله عنه عندما سئل وقيل له ما قولك يا إمام فيما يكبر الناس في يوم العيد قال إن كان يكبر كما يكبر الناس فلا بأس وذلك أمر حسن فاستحسنه الإمام الشافعي والذي يكبر كما يكبر الناس هو أن يقول كما يقول المصريون من عهد الإمام الشافعي ومن قبله إلى وقتنا هذا وهو أن يقول بهذه الصيغة التي اتوارسناها جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صلخ وعده ونصر عبده وأعز جنده وهذم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا نحن في هذا الوقت لا ينبغي أن نختلف وأن نتشاجر وأن نتناحر في بعض الأوقات بسبب اختلاف فقهي في هذه التكبيرات فمن كبر بهذه التكبيرات فحسن كما يقول الإمام الشافعي ومن كبر بغير ذلك نقول له كبر لكن لا تنكر على غيرك ولا تجعل بأن هذه التكبيرات هي السنة التي ليس بعدها سنة فالكل مقبول أمام الله سبحانه وتعالى وحتى من كبر وزاد وزاد على ما ذكره المصريون وأتى بألفاظ ليست خارجة عن نطاق الذكر والتمجيذ والتسبيح لله عز وجل والتحميد له فليس ذلك بخارج عن إطار الشريعة بل كل ذلك داخل في إطار النص الشرعي وداخل في إطار المقبول عند الله سبحانه وتعالى لا داعي بأن ينكر بعضنا على البعض الآخر نحن اليوم في وقت أو في يوم الوحدة في يوم الاتفاق في يوم الجائزة في يوم الفرح فليدع كل منا الخلاف الفقهي جانباً ويترك الناس وما يكبرون في كل مكان كما يكبر الناس لا داعي بأن نأتي إلى أهل هذه القرية أو أهل هذا الكفر أو أهل هذا الشارع ونقول لهم لا تكبروا إلا بهذه التكبرات فإن كبرتم بعد ذلك فإن تكبيركم سيكون بدعة وكل بدعة ضلالة كم هم يعتقدون نقول لهم كبروا كما يكبر المصريون فإن إمامنا الشافعي رضي الله عنه استحسن هذا الأمر وليس بعد استحسان ذلك الجهبز العالم الفذ الكبير ليس بعده استحسان فإنني إذا قارنت بين ما يقوله الإمام الشافعي وبين ما يقوله أحد من غير الإمام الشافعي فإنني بلا ريب أفضل الإمام الشافعي في هذه الحالة لكن ليس معنى تفضيل إياه أنني أقول إن الآخرين على خطأ بل أقول إن الكل على صواب إن شاء الله سبحانه وتعالى والكل مجتهد وكل مجتهد له من الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عام وأنتم بخير ونرسل من هذا الموقع برقية تهنئة خالصة من القلب إلى القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الكريمة كل عام وأنتم بخير كل عام وحكومتنا بخير كل عام ومؤسستنا جميعا بخير كل عام والشعب المصري فردا فردا بخير ونعمة كل عام والأمة الإسلامية والأمة العربية بخير وسلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم